بشرت شركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى تشكيلات وزارة الصناع والمعادن بتجميع وتصنيع خباطات كونكريت بحجم 7 امتار مكعبة لغرض طرحها في الاسواق المحلية وقال مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان الملاكات الفنية والهندسية العاملة في مصنع الابدان والمعدات التخصصية التابع للشركة قامت بربط معدة خباطة سمينت على شاصي رينو 6 في 4 يبلغ عددها 13 مشيرا الى ان تصنيع وتجميع هذه الخباطات تم على مرحلتين الاولى تضمنت تهيئة وتجميع الشاصي من نوع رينو في معمل انتاج الشاحنات داخل الشركة وفي المرحلة الثانية تم ربط المعدة على شاصي رينو في مصنع الابدان والمعدات التخصصية بمقر الشركة ليكتمل تجميع الخباطة لفتا الى ان تجميع هذه المعدات يتم من خلال ملاكات هندسية وفنية وبأياد عراقية مهرة ليتم طرحها في الاسواق او عرضها امام مؤسسات الدولة لاستفادة منها في شركات البناء والاعمار للمساهمة في اعادة اعمار المحافظات المتضررة مؤكدا بان الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لديها القدرة على تجهيز كافة وزارات الدولة والمحافظات بكافة انواع الاليات والمعدات التخصصية حسب الطلب والحاجة بفترة زمنية محددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر